المترجم للقناة تيارات غربية شمالية غربية مضطربة على حوض المتوسط الشمالي البلد فعليه السحب ستنتشر تقريبا على جول المناطق الشمالية ستزدد كثفة خلال أمسيا مرفوقة بأمطار خلال الليل تكون معتبرة تحت وقار عود ستخص الواجهة السحلية الغربية والوسطى أقود دائما هبوب رياح قوية على الواجهة السحلية الوسطى وكذلك الغربية أجواء مشمسة على الجنوب مع التطالي رمال على شمال الصحراء درجة الصفر خلال ليلة اليوم إن شاء الله وخصنا صباحة الغد على البيض درجتين على الصيف 15 درجة على العاصمة 6 درجة على بشار نفس النقياس على الثامن راستوحتى على ولاية إليزي ثم درجة على الصحراء الوسطى 13 درجة على عقس الجنوب أما خلال ظاهرة الغد إن شاء الله درجة الحق وسوى في استقرار ننتظر مقايس ما بين العشرين إلى غاية 22 درجة على الوجهة السحلية 15 درجة على الصيف قلمة ميلاخ نشلا سوق هراس حتى على باتنة 11 درجة على تيارت 16 درجة على ولاية بشار 23 درجة على كل من أدرارتي ميمون إن صالح حتى على ولاية إليزيل 21 درجة على غردية نفس المقايس على بسكر المغير توقورتا من راسات وجانات ترتفع إلى غاية 28 درجة على أقصى الجنوب نظرا لانخفاض ضغط الجو على حوض المتوسط وشمال البلاد فعليه مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر كثير الاتراب تقريبا على طول شريط السحل حتى رياح قوية تصلغ 80 كم في السحر خلال يوم الأربعة تساقط للأمطار بحول الله على شكل زخات ستخص الوجهة السحلية ثلوج المرتفعات الداخلة التي زد علوها 900 متر السحب ستمتد إلى غاية شمال السحراء دائما هبوب رياح قوية على الوجهة السحلية خلال يوم الخميس بحول الله تقص بارد تقريبا على طول على كافة المناطق الشمالية خاصة المرتفعات والهضب مع تساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية كذلك أمطار على شكل زخات ترعدية ستخص الوجهة السحلية أجواء غائمة على شمال السحراء ومستقرة على السحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب عن وقت غروب الشمس اليوم الغد على مصر العاصمة إن شاء الله سيكون به حول الله في تمام الخامسة و 57 دقيقة أشكركم على المتابعة أمسي طيبة للجميع في أمين